بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 5 part 14 column strip and middle strip بنتكلم هنا على تقسيم السقف اللي عندي الى مجموعة من الشرايح اللي هي بنسميها column strip وال middle strip القلم strip هي الشريحة اللي بيبقى موجود فيها الاعمدة. الميدل strip هي الشريحة المحصورة بين اتنين قلم strip. دي رسمة عندي هي. ده ليه out. فبنقول ادي شريحة القلم. وادي شريحة تانية. واللي بينهم ده هو عبارة عن ال field strip. بنقول هنا القلم strip design widths العرض بتاعها. on either side of a column central line equal to smaller of. لاما ربع ال اتنين او ربع ال واحد. حيث ال واحد هو الاسبان الاكبر. و الاتنين هو الاسبان الاصغر. الاتجاه اللي انا شغال عليه. الاتنين اللينس of span transfers to L1. طيب ده برضو تقسيم الشرايح اللي عندي في الاتجاه العمودي. نفس الفكرة دي الكولم strip. دي كولم strip. دي الشريحة المحصورة بينهم. اللي هي الميدل strip. اللحز هنا ان الاسبان اللي واحد. المقصود بيه من السنتر للسنتر بتاع السببورت. اللي ان هو اللي clear span. اللي clear span. طب بنوزع ازاي الاستاتيكا المومنت اللي احنا حسبناه. سواء فيه جزء positive او جزء negative. فبنقول في حالة الكستيريور سبان. بيبقى المومنت عند السببورت الخارجي. بيبقى هنا من زيرو الخمسة وستين من مية ام زيرو. الجزء اللي فوق من خمسة وثلاثين الى تلاتة وستين من مية ام زيرو. طب المومنت اللي هو النيجاتف خمسة وستين من مية تو خمسة وسبعين من مية ام زيرو. يبقى ده الام زيرو ازاي بنوزعه عند السببورت. طب في حالة الانتيريور سبان الام زيرو بتتوزع ازاي? عند السببورت. النيجاتف عندك خمسة وستين من مية. والبوسطف عندك خمسة وثلاثين من مية. يبقى ده اللي هو توزيع المومنت في حالة الكستيريور سبان وهنا في حالة انتيريور سبان. طب لو انا عندي هنا كونتينيوس كاميرا كونتينيوس ازاي بنوزع السترس? بنوزع السترس هنا بناء على التابل او المومنت بناء على التابل. هل انت شغال عند الاكستيريور اتش? الاسلاب اللي عندك فيها بيمس. between all support. الاسلاب اللي عندك with out beam between الانتيريور سببورت. طيب انا عايز احسب ايه? عايز احسب الاكستيريور نيجاتيف او الفاكتورت مومنت او البوسطف مومنت او الانتيريور نيجاتيف فاكتور مومنت. ابقى دية المومنت اللي عندي اللي انا عايز اشتغل عليها. حسب الحالة اللي عندي. بندخل التابل بنجيب الفاليو اللي هي بتنضربها في الام زيرو. يدي قيمة المومنت سواء كان البوسطف او النيجاتيف. في نوت هنا مهمة بنقول فورة التابيكال انتيريور مومنت User喔 الانتيريور مومنت ör الجديدة جميلة مومنت cm 35 من مية من مية والن تابيكال مومنت المنزل N من الBI пришلtte اسaste אל冷 مومنت اللي هو م 0 الإنطيريور مومنت vierądaى او questa تابيكال مومنت three storytelling great is cape akocent دول ناخد بالنا منهم واحنا بنوزع المومنتز. الديستربيوشن بتاع الام زيرو. هنا عندنا خمسة كيسز. الكيس الاولانية اللي هي الكستيريور اتش. السلاب وز بيم. السلاب وز اوت بيم. بتوين الانتيريور ساب بورس. او الكستيريور اتش فولي ريستريند. عندنا التلات حالات اللي احنا بنبقى محتاجينهم اللي هما الانتيريور نيجاتيف والبوستف والكستيريور نيجاتيف فاكتور مومنت. عندنا الفاكتورز. بندخل التابل بنختار الحالة اللي احنا شغالين عليها ونجيب قيمة الفاكتور ونضربها في الام زيرو. هنا زا فاكتور كومبوننتز اوف زا مومنت فور زا بيم. عندنا مثال اهوت. ده انتيريور. ده فيرست انتيريور. ده اكستيريور. نخلي بنا بس من المصطلحات. اننا ده في عمود ده خارجي اكستيريور. وفيه العاملة الداخلية. فيه اول واحد داخلي اللي هو الفرست انتيريور. وفيه الانتيريور كولم. وعندي توزيع المومنت اللي عندي. حسب القيمة بتاعتي. الفاكتور اللي هو تلاتة وستين من مية في الحالة دي. او خمسة وسبعين من مية. او البوزتف هنا خمسة وثلاثين. النيجاتف هنا خمسة وستين من مية. يبقى حسب الكيس اللي احنا شغالين عليها. بنقدر نحسب المومنت وبساطة. سواء كان البوزتف او النيجاتف مومنت. انا بنتكلم على لترانسفيرز ديستربيوشن او لينجوتيودل المومنت تو الميدل والكولم ستريب. ازا فانكشن او زاريشو او حاجتين. الالتنين على الواحد والالفة واحد والبي اللي هي التورشنال. عندي مسالة هو ده الكولم ستريب والميدل ستريب. ازاي بنحسب قيم المومنت باستخدام الام زيرو والكوفيشنت اللي اتكلمنا عليها في الجدول السابق.